انا لا اعتقد ان ما بش في انا اي صور الصغار صغار حتى صغار ذهرت ستة وعشر سبتمبر هذا مغروسة في قلوبنا من الله لانه عندنا حتى في الدراسة ما كانوا شي يدرسوا عندنا حب الوطن بقوة مثل الدولة الثانية لكن تلاحظ ان حب ستة وعشر سبتمبر موجود في قلب كل يمني وقلب اللهم انهم بيامنوا بالامر الواقع يمشوا وقل وقل المعيشة في عندهم في اليمن وتكسير الشرعية مع الناس ولا المهروض تي معهم كلهم وتي مع المشايخ وتي مع القادة وتوحد الصف وننطلق انطلاقها واحد نحو صنعا نحو صنعا ونحو بلادنا يعني لو كل من ينطلق حتى بالمرافقين ذي انا وكنت امشي فيهم وهذا يدي المرافقين حقه ولا نحر اليمن يعني هذا من وجهة نظري ايه لانه الارادة هي الارادة واحنا اصحاب عدالة قضية وانت سألتني على حق الرضمة الرضمة هي طويلة العمر هم بدأوا ويش تويسو عندنا المولد النبوي هذا هم يسموها المورد النبوي اول ما بدأوا عندنا في الرضمة وشووا حسينية وقالوا اني صالث عراس فبعدين ما ادرينا لو نقطنا كنت في اب والوالد عندي وكثير من الناس نبي لله رحمه كان في البلاد قال لي امشاف النقط قالوا لهم ارفعوا وقال انتهت دولتكم عزموا جميع عزموا من خمس محافظات الا الا الرضمة يعني الى منطقة اسمها المنجر ينبنا كلنا كانوا من خبرتنا ومن المرافقين حقنا هم هذا ولا بس انهم تلح يمتهيش امو ويسمه دعمهم الحوثي والان اصبحوا مشرفين في كل مكان فحتى لو نرجعهم بايستقبلونا وباي يكونوا مرافقين مثل يمكانوا وبعدك القيادة اللي معهم القيادة اللي معهم وسلامتكم ان شاء الله ورحمه الله الشهداء الذي يستشهدوا من عند علي عبد المغني رحمه الله الى عند الاخ نبيل ولا عند من استشهدوا كلهم يعني هذا كله هو امتداد لثورة 26 سبتمبر وتصفية هذا الكردماء الغبيثة الذي لم نسلم منها الا بجوالهم من بلدنا